إذن على بركة الله سوف نحاول من خلال هذا الفيديو نتطرق المفهم لزانج الادجاصنة لزانج الادجاصنة بالعربية هم الزاويتان المتحدية طريقة بسيطة أولا دي غاد نعرفوهم دي زانج الادجاصنة إمتايكون خصي تحققونا هاد شوروت هاد شوروت هم هاد مثلا كماران يرسمهم في الشكل لأن الزاوية A-O-B يعني هادي ولانج البي وصي هي هادي التحتانية دونك باش يكونوا هاد لي دي زانج الادجاصنة إلا كان عندهم سيئزان ميم صومي خصي يكون عندهم نفس الرأس هذا اللي فلوس ليصومي دائمين يكون فالرأس تاني حاجة خصي يكون عندهم كوتي كما يعني يكون عندهم دلع مشترك كان هاد زاوياتين A-O-B و B-O-C عندهم دلع مشترك لكوتي كما هو O-B هو نصف المستقيم O-B ويكون لانج الوحدة كما نقولو كل الوحدة توجد في جيها قال كان هادي لانج الـ A-O-B دون رائع دون رائع دون رائع ذاك المستقائب الدون رائع بعض المستقيم المشترك في جيل المشترك واحدة الليمن واحدة الليسر يعني واحدة ديون باق الاطر ديون باق يعني يكون يفصلهم لك الدلع المشترك ديالهم كي يكون يفصلهم ما يكونو جيين في نفس الجيهة هناكين واحد الحالات قدر هنا يا هادي يكون او بي دلع مشترك واني جيين في نفس الجيهة هادوك ماشي ادجاصنت هادو نتوح الميتال هنا اخر عندنا لانجل ها هو او بي او بي او لانجل بي دي سي هادو نسون پا عدجاصنت نسون پا عدجاصنت الاش نسون پا كار ينون پا لمم سومي ما عندهم شنفس لسومي هادي او بي لسومي ديال ها او و بي او و بي او سي عندها لسومي دي هادو نسون پا عدجاصنت و شكرا